الله وبركاته عزيزي وطلاب الصفة الثاني السنوي اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وكيمياء تانية سنة ان شاء الله في حلقة النهاردة هنرد على تساؤلات كتير اتبعتت على ناس كانوا بتكلموا على ربطة تساهمية القطبية والغير قطبية والفرق والحاجات دي كلها كل ده في حلقة النهاردة احنا في الحلقة المرة اللي فاتت كان في رد في الحلقة طبعا هالحلقة كان معظمة تلفونات عشان بس نهدي الناس ونشوف الدنيا فيها ايه ونقولنا ان هي يا جماعة اساسيات لازم تتعلمها بغض النظر عن النتيجة بتاعتك كانت ايه المهم من اساسياتك كانت ايه اه في حلقة النهاردة انا هجيب لك حكاية القطبية وامتى تحسابها صح وامتى تحسابها غلط وامتى ليه كده ممكن يبقى قطبي وبيضوبش يعني ليه قطبية اصلا ده اللي احنا هنتكلم فيه نهاردة بالتفصيل وهربطه لك بنظرية تنفر الازواق الالكترونية اللي كنت بدأتلك فيها هي والاوكترول فواحد بيقول لي انت بره شرحت يشديه قبل دي ليه عشان موضوع القطبية اه السنة دي مختلف تماما عن حلقات حتى القديمة اللي انت ممكن تسمعها دخلوا فيها عوامل جديدة ناس كتير يقول لك الفرق هو المتحكم في موضوع القطبية ده خالص ما بقاش فرق ده بقى حاجات تانية خالص فعشان كده انا اجلتها النهاردة عشان ما جا ابدأ بيها معاك واقول لك الشكل الفراغي يبقى انت خدت فكرة عنه من الحلقة اللي فاتت ان يا جماعة ان فيه فاكتور جديد دخل معايا في موضوع القطبية في الموضوع ده قبل ما اتكلم عن الربط التساهمي طيب نبدأ كده مع بعض واحدة واحدة الرابطة التساهمية ملا هتقولي اول شيء بتنشأ ما بين لافلز ولافلز ادي اول شرط تحدث عن طريق هتقولي مشاركة يعني لا فقد ولا اكتساب لا لا فقد ولا اكتساب طب المشاركة دي بنسميها كده هل هي مشاركة متساوية هل هي مشاركة غير متساوية يعني ايه مستر متساوية وغير متساوي الحيازة يعني ايه حيازة هنعرفها بقى فهل يبدأ نقول ايه بوسيا سيدي هول اتش وان مع اتش وان هتوزع هتقولي هنا نواه الكترون بيلف في مضار النواه الكترون بيلف في مضار يا مستر ده ما ينفعش يكتسب لده لا ما ينفعش يكتسب لي يعني يفقد له لا ولا يفقد له ولا يكتسب له طب يعملوا ايه مشاركة اهي وقلناها بالشكل ده كده وقلنا بيتملك التداخل بينهم بالمنظر ده والالكترونين بيبقوا في الحايز ده اهم طب الالكترونات معروف ان هي ما بتعقفش في مكان دي بتلف الالكترونات هنا وقعت تحت تأثير جذب الانوية دي بما ان العنصر هو هو يبقى النوادي بروتوناتها قد نوادي يبقى قوة جذب النوادي على الالكترون دون قد قوة جذب النوادي طب دول هيعملوا ايه دول ما بيقفوش يبقى يا مصر هيلفولك لفة هنا ولفة هنا بالشكل ده لفة هنا لفة هنا ثواني فين مفهوم الربطة طب قبل ما نقولك فين مفهوم الربطة ناخد التليفون ده سلام عليكم ممكن عالي صوتنا شوي بس بعد اذن حضرتك كان عندي سؤالين ممكن اتفضل يا موسماء اول سؤال لما يجي يسألني هاو ميني اربطل كمبليتلي فيلد ويز الوكترون او فيلد ويز الوكترون او او كيوبايد ويز الوكترون اه في فرق بين او كيوبايد وفيلد وديستريبيوتيد فيه تلات كلمات هنا تختلف معايا ايوة وكت عايزة لها كمبليتلي فيلد فكنت عايزة حريك توضح لي الفرق بس بين الثلاث اكسبريشنس دول دي حاجة اه كان فيه سؤال تاني بخصوص النتيجة اه هو مفروض انه انا فيه عندي اه عند بنتي عمود اللي هو ماس ون اللي هو البيور ما ظهرتش النتيجة بتاعته اشتكينا في المدرسة فقاله نعمل شكوى على موقع الوزارة عملنا واجات لي الرد اللي هو تم حل المشكلة بس انا مش عارفة دلوقتي يعني مفروض نعمل ايه او اللي هو فين اكتاز او عدم اكتياز نعرفها مين نرايح الدنيا كلها ومن اتكلمش في الموضوع ده تادي اه نتيجة الترمي الاول بالنسبة لنا خلاص اكتاز وعدم اكتياز هل بنتك راحت الامتحان ولا مراحتش هي راحت بس درجة المادة ما ظهرتش اصلا دخلت اللجنة ايوة دخلت اه اتخذت غياب لا اه ومكتوب تحت في النتيجة انه ما فيش ايام غياب خلاص هي خلصت تمام اوكي متكلمش في الحتة دي تاني موضوع ده منتهي خليها تركز في اللي علينا هجحوا سقوط في اربعة وخمسة تمام اوكي ماشي يا فنم اه مرسي اه هستأذن حضرتك برضو انه حدقت قولنا اه يعني الحد شهر اربعة بس العنوين بالانجلش لان هي نزلة بالعربي سهكون هتشتغل على تمام اوكي هتشتغل على شابتر كله لازم يخلص في شهر اربعة اوكي امش هناخد حاجة من شابتر فور هو بس شابتر سري شابتر سري تأكيد علي يخلص بيل كامل يبقى في ايديك الاول نحن تبع عندنا لسه خمسة لو قدرت اتاخد اول درسين في فور يبقى بضلك يعني هو داخل معنا في الامتحان بتاع شهر اربعة بصي حكاية التحديدات دي لغاية دلوقتي مش قوي يعني ما حدش يديكي كلمة ويقولك لغاية كزا جاي الامتحان لسه بس اللي اضمنه دلوقتي ايه انه انت شابتر سري يكون خلصها وكل ما انتخلص بادري يكون افضل له تمام تمام اوكي ماشي ايها تلك هوضح عليك اللي انت عايزهلك في اسناء الحلقة حبل مرسي يا فكلا طيب بنسبه لنا احنا كنا وقفين عندي الحتة دي الأول نفهم مفهوم البونت قبل ما نوضح Orgatory دي كده الالكترونز موجودة الالكترونز بتاعتك بتلف لفينها بص يا شباب مفهوم البوند لما تقول الالكترونز يبقى النحية دي يبقى وانت مهمة دي الجزء ده بقى نيجاتيف وجزء ده بقى بوزيتف اصبح بينهم اتراكشن لما تقول الالكترونز يقولك هنا اصبح هنا نيجاتيف وهنا بوزيتف ما بينهم برضو اتراكشن ده اللي بيخلي اتنين يمسكوا ببعض طب السؤال هم هنا حيازة متساوية ولا لا هتقولي اوه هيلفوا هنا وفترة وجودهم هنا قد فترة وجودهم هنا تمام وبالتالي نقدر نقول هنا يا مستر الاتنين بيقدوا فترات متساوية بين الزرتين يبقى اولا مغمض الاتش مع الاتش يا مستر بنقول حيازة متساوية وتسمى هذه الرابطة في هذه الحلة باسم تساهمية نقية الاهم النظام اننا روح عامل السكيل بتاع السليبية الكهربية الاف باربعة الاو بتلاتة ونص السي ال بتلاتة والسي باتنين ونص والاتش بتو بوينت وان دول هتحتاجهم احنا خدناهم في اول الحلقة اول حلقة شرحنا فيه اما تحط الاتش هنا بتو بوينت وان وهنا تو بوينت وان الفرق بينهم كام هتقول لي صفر يبقى تظهر التساهمية النقية لما يكون فرق السليبية بكام بصفر ومعناها حيازة متساوية ما بين الزرتين طيب ناخد صيف الاسلام بقاله كتير على التلفون ايو يا سيف سلام عليك سلام علي صوتك بس يا سيف عاملها مصر تمام حبيب شكرا على المجود اللي حضرتك بيتعاملوا معنا والله يا حبيبي ربنا قدر لي وخدمكم كده لغاية تم توصلوا الجامعة الله يخليك ها بعد ذلك مثل الحرقة اللي فاتت حضرتك قلت ان طاقة البلورة هي الطاقة اللازمة اللي هي بتاع التكسير تكسير تكسير روابط اسمع الطاقة الشباب بتبقى صارة مجابة بتبقى مجابة حضرتك احنا ليه ما كن يعني ليه ما قلناش ليه ما قلناش ان الطاقة تبقى مجموعة طاقة الروابط نفسها يعني مثلا الطاقة اللي لازمة تكون الروابط نفسها الطاقة اللي لازمة لتكسير الروابط لا انا اصبحت عبدالك قلت الطاقة اللي هي لما تبقى سالب اللي هي بتبقى طاقة الربطة الايونية نفسها بص طاقة الربطة الايونية بتتكلم بمثل ايه مع سيل اوكي الان مع سيل ده الرابطة نفسها تمام ترتيب الايونات ما بتبقاش ايه سيل واحدة ده بيبقى كذا ايه سيل بتبقى ملايين بس مترتبة في شكل هندسي تمام لما هتجي تقصر انت مش هتقصر رابطة واحدة يا سيف تمام انت هتقصر كتير فبتسميها طاقة الشبكة البلورية انت بتقصر الشبكة البلورية كلها اوكي تمام 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 حبيب حاجة تانية سيل الله يخاليك انا تحت امرك سيل طيب كده كده كيما انت خدت معايا التساهمية النقية وعرفت كويس قوي ان احنا بنقول ان في حال التساوي الزرطين على من القياس السليبية القهربية كوت الجذب هتبقى متساوية على الالكترونات الشركة اللي ما بينهم وبالتالي الحياة زي تكون متساوية يبقى الالكترونات على الجانبين كسفتهم زي بعض طب في حالة عدم التساوي يعني ايه في حالة عدم التساوي ان فيه زرة قوة جذبها اكبر من الزرة التانية هيحصل ايه ده يفكرك بمثال انا قلته في الترمي الاول وهعده لك تاني بتاع العجلة وزا بيلكم بيحبوه قوي النظام قلت لك العجلة دي عبارة عن عجلة 8-2 جنيه انت مية وانا مية جات العجلة اول سؤال ليك شرك ولا ميلك سألت لي ساعتها ده هتبقى شرك طب لو العجلة قاعدت عندي يوم هتقول لي هتقعد عندنا كمان يوم ليه هتقول لي يا مستر ان دفع قدك يبقى احنا مع بعض كده شركة متساوية والعجلة هتقضي بيني وبينك فترات متساوية طب افرد انا دفعت مية وخمسين وانت خمسين هتقول لي اه هي شركة بس مش متساوي انت دفع اكتر اه يبقى انا يا مستر اتبعك يوم اتنين تلاتة وتقضي عندي يوم معنى كده ايه معنى كده انا اندخلت في حتة بقى ايه بوس يا رايس العجلة هي شركة بس شركة غير متساوية بتسميها حيازة غير متساوية بيحصل فيها ايه دي زي ما قلنا بيحصل فيها ان انا بيبقى اكتساب العجلة بالنسبالي اه جزء ان اكتسبت العجلة بتقضي عندي فترات اطول بس مش بتاعتي مش كليا بتاعتي وده اللي احنا عملناه في لما جينا شرحنا ربطة الايونية وقلت لك الفرق ما بين الايون الموجب والايون السالب والكتب الموجب والكتب السالب وفرق السالبية كان ايه من هنا تبدأ بقى تظهر بوضوع الكتبية بتاعتنا وده هعيد شرحه تاني في الجزئية دي بس بعد ما اخد محمد من الشرقية ايا محمد السلام عليكم الحمد عليكم السلام ابو حنيد السلام عليكم يا فندم عليكم السلام اه والله بس اعطتك الامتحان التكملي يا فندم بالنسبة لللي محتاج ان هو يدخل الامتحان التكملي انا قاسف ان انا دخلت في النقطة دي تاني طيب اه الامتحان التكملي بتا حضرتك غبت؟ لا ما حصلش غياب طب هتخش الامتحان التكملي ليه؟ الساهم ما كانش في المكان المناسب يعني كان اقل من من خمسين في المية. استاذ احمد. اه احنا قولك المثيل. جميع من دخل الامتحان وده كان قرارات وزارة مش كلام انا. وصلت الامتحان. ان كل من دخل الامتحان اكتاز. اللي ما حضرش الامتحان نهائيا باسباب عزرية ده اللي ليه امتحان تكميلي. ده كلام سيادة الوزير. بما انك دخلت الامتحان مالكش دعو بقى بنتيجة لوصلت والساهم او مش الساعة. تمام كده. اذكر ساعتك. شكران. تحت عمرك. ماشي? طيب. بسرعة يا شباب. اولا هنا هنقول الرابطة. التساهمية الكطبية والغير كطبية. عشان تنشرحها صح خلي بالك من قياسنا اهو. خلي بالك مقياس تاني هيظهر هنا. ازاي? المقياس ده. احنا خلناه من شوية اف هنا اربعة. القو بتلاتة ونص. السايل بتلاتة. والسايل كبان خلي بالك الان معاها على نفس المقياس. السي بتاعتك بتو بوينت فايف. الاتش بتو بوينت وان. وهنا الان اي بزير بوينت ناين. وان بوينت تو امي جي. وعندك الال بوينت بوينت فايف. ازا كان الفرق اعلى المقياس ده بسفر. تسمى الرابطة بتاعتك باسم تساهمية ناقية. ودي لسا شرحينها حالا جات ازاي? لما يكون عندك من هنا زير بوينت وان لغاية زير بوينت فور ايه ده? يعني انت عملت مثلا الربطة بين السي والاتش. السي بتاعتك باتنين ونص ودي باتنين وواحد من عشرة. الفرق كام? اربعة من عشرة. ازا كان الفرق من زير بوينت وان لغاية زير بوينت فور حضرتك غير قطبي. يعني ايه غير يعني لا يتكون اكتب مجابة ولا اكتب سالبة على الزرات. من زير بوينت فايف لون بوينت سيكس حضرتك في منطقة القطبي. يعني ايه قطبي? يعني انا اقول لك الاو مع الاتش والان مع الاتش. الاو بتلاتة ونص. الاتش بتو بوينت وان تطرح وان بوينت فور. الان بتلاتة تو بوينت وان تطرح زير بوينت ناين. انت فقان هيرنجي هنا. من هنا لهنا. هنا الوان بوينت فور بتاعة الاو. هنا زير بوينت ناين. من اعلى في الفرق? هتقول لي دي يبقى دي اعلى قطبية من الان والاتش. يعني ايه? يعني بص يا باشا. لما جرسمها بالشكل ده. هنا كده بالشكل ده. دي القطبية. الاكتاب المجابة والاكتاب السليبة. لما تيجي ترسم الان اتش سري. الان تبقى كده. والاتشات كده. لاحز حجم القطب بيقلي. ده معنا كلمة انه قطبي اكتر. من وان بوينت سيفن. وانا بقول له من وان بوينت سيفن. وانت طالع. انت بتحمل خواص ايونية. بس ليها شروط. طيب. تمام? قبل ما نكمل. الو. الو. ايوة. اه زي حضرتك عامل ايه? تمام يا من. اه نعيز مي منا. تضال يا من. سب سرعة عشان عاني لشوق. اه. اه عايز اقول حضرتك سؤالين. تضال. اختيار. اه عند ابتحاد زراطي من لتكوين جذيء منه. كل زرة بتشارك باتنين. اه مازي الف تشارك كل زرة بالكترون واحد لتكوين ربطة تساهمية. ما انا جاوبت هوليك اهو كل زرة بتشارك باتنين? اه تشارك كل زرة بالكترون واحد لتكوين ربطة تساهمية. لاختياره الاولى. هم. نعم. طيب. سؤال منا معادة اكتر من المرة قبل كده يا جماعة. على قد اللي نقصك على قد اللي بتشارك بيه. بمعنى لو نفس الزرة هنشترك لو انت. مسلا الان. الان مع الان. الان اتنين خمسة. فاضل لها كم? تلاتة. طب والان التانية. فاضل لها تلافة. يشاركوا بتلاتة. يبقى ربطة سلاسية. في الاكسوجين اتنين ستة. توزيعك. فاضل لك اتنين. يبقى كل واحدة تشارك مع التانية باتنين. واضحة? طيب. فضالي. سارة? اه. اه. اهلو. اهلو سهلا. اهلو يا مستر. فضاليا يا سارة. اه كنت عايز اسأل حضرتك السؤال. اه? اه بيقول لي بذيء الماء غير قطبي مع انه في ربطتين قطبيتين. ده سهل يكسيدي الكربون. ايه. مش المية. نا ايه. انت قلت المية. معلش انا اخبات. لسه تتشرح حالة. تابع الحلقة انا هكملها لسه. ده الجزء اللي جاي دلوقتي. تمام. تمام يا سارة. اه. ماشي. بص بعد. حتة الكطبية. الفرق في السالبية القهربية. كله اخد. ازا كان الفرق كزا كزا يبقى كطبي وغير كطبي كلام ده. كلام جميل. انما في عامل تاني. اياك تنساه. ممكن يبقى الربطة كطبية. والمركب بتاعك. ما يضوب لكش في الماء. وملوش خواصة كطبية نهائي. ايه هو العامل ده? الشكل. الفراغي. للمركب. يعني ايه الشكل الفراغي للمركب? بص يا سيدي. لو تلاتة ونص. بصور اتنين ونص. كده دي اقوى. يبقى اتجاه الازاحة الالكترونية هنا في اتجاه الاكسوجين. يتكون عليه سالب جزئي. ويتكون هنا موجب جزئي. هنا في الاتجاه ده نفس الحكاية سالب جزئي. النزام هذا المركب شكل الفراغي على خط واحد. بالبلد كده. عربية هي. حضرتك عشرة بيزقوها من هنا. وعشرة بيزقوها من هنا. المحصلة ايه? هتقول العربية مش هتحرك. مش معنى? دي هتلغي دي. نفس الكلام. رغم وجود ان الرابطة كطبية. ان الشكل الفراغي بتاعي. شكل خطي. القوتين بتوعز من الازدواج. لغوا بعض المركب غير كطبي. اوكي? مالك? هلو? عني سؤال. فضل يا مالك. جزئي العنصر اللذي تفضيل الالكتروني. كم? وان اس تو. كم? وان اس تو. ها. وتو اس تو. ها. وتو اس تو. ها. وتو بي سكس. يتقاوم من زرة واحدة. تكمليش زرة واحدة. ليه? مش ده الاختيارات عندك? زرة زرتين تلاتة? او. طيب هي زرة واحدة. ليه زرة واحدة? امتى العنصر يشترك في حاجة يا ملك? لما يبقى ناقص. يعني يخش تفاولك بيها امتى? لما يبقى ناقص في المدار بتاعه. او. واضح? لو انت ركزت هنا كده. الباشا كامل. او. الاس كاملة. والبي كاملة. صح? او. ده غاز خامل. ايوة. وبما انه غاز خامل لا يشترك. في تفاولات كبيرة الا تحت ظروف خاصة. او. فهمتيني? او طب وانا ازاي اعرف العنصر بيوصل يعني بيوصل بيوصل القهربي. واعرف ازاي درجة الانصار ودرجة الغليان. لا انت ملكيش عليها حفظها. وما تعرفيش درجة انصار وغليان. انت تقدر يتقرني ما بين عنصرين. تقرني ما بين مركبين في درجات انصار وغليان. انما انت تحفظي درجاتهم او يقول لك درجتهم كام ويسألك في درجتهم مش عندك. او يعني مسلا في الامتحان هو اللي هيجيب لي اه هو اللي هيجيب لي السليبية وكده? لا لا بص يا ملك. هو هيعتمد في الامتحان يعني او كلام لك كل طبعا. انك بتربطي افكار ببعض. اه. بمعنى ايه? انا دلوقتي خدت عامل الكطبية. اه. ان الماء اكسر كطبية من النشادر. واضح? اه. طب الكطبية بيترتب عليها ايه? الكطبية بيترتب عليها تكويل روابط بين الجزيئات? اتكونة الروابط لو كطبية قوية بتبقى روابط قوية بترفع لدرجة الغلايان. فبتقولي بتوصل الكهرابة. التوصيل الكهرابي وضعي تاني. يعني لو نتكلم في توصيل الكهرابي ليها شكوك تاني او ليها حاجات تاني. لازم المركب بتاعك ما هينزل في المية لازم يتفكك لايونات مجابة وايونات سالبة او لو هو مش ايوني يتحاول لايونات سامية تأيون. ساعتها هيوصل للكهرابة. انما هو مسلا مش قطبي. ما عندوش اقطاب. مش هيدوب لك في المية ومش هديك ايونات. فمش هيوصل. تمام? اه. تاني. هيوصل تاني? شكرا. يبقى كده. من الاسئلة اللي بتوصل لنا. ومن الاشكال اللي احنا بتتكلم فيها. يعني الحمد لله كل الاسئلة بتخدم الدرس اللي انت شغل عليه. يبقى شكل الفراغ بتاعك المركب? مهم جدا. طب افرض يا ميستر كنسي كده. وكده. شكله ايه ده? خطي. خلاص. يبقى غير كطبي. خلط. ايه ده ايه ده? شمعنا. انت اللي خلى ده غير كطبي. ان الزرتين دول زي بعض. عفوا. فاصبح فرق السالبية ما بينهم وعزم الازدواج الناشئ بيلغي بعضه. هنا لا. هنا الفرق هنا في اتجاه الان. والفرق هنا في اتجاه السي. فيه كطبي هنا? اه في كطبي. والمركب اتجي سي اني يتقال عليه مركب كطبي. رغم انه شكله خاطي. تمام? كده يبقى احنا حتة القطبية اللي كلنا ميتكلم فيها المرة اللي فاتت. واتكلمنا على جزئية الربط التساهمية القطبية وبرقطبية. اسستك او فيها. وعرفت الدنيا. طيب. نشوف دانس الاول. اه. 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 السلام عليكم. اه. السلام يا نانسي. ازاي حاجة مستر. الحمد لله يا باب. اه. اه. عايز اسأل سؤال. اه? ايا من المركبات الايونية الاتية. اه? لا تحتوي اه كاتيونات وانيونات. تي اي سي ال اس ري. في اه? تي اي سي ال اس ري. اول اختيار عدد. اه. اه. خلاص? اي. ليه بقى? ها بصي. كاتيوناتها وانيوناتها على نفس عدد الالكترونيات صح? اه. طيب. في اختيار عندك بيقول لك مسلا امي جي او. حاجة زي دي. ام. اوكي? ده تكون ازاي? عشان الناس تبقى فاهمها. الامي جي اتنشر يا نانسي. هيتوزع? هيبقى اتنين. تمانية كم? اتنين تمانية اتنين. ال او. تمانية هيتوزع? اتنين كم? اه اتنين ست. اتنين ست. ده هيفقد اتنين صح? اه. هيروحوا لده. يصبح الايون بتاعه امي جي موجب اتنين تركيبه اتنين تمانية صح? اي. ده هيكتسب اتنين. هيبقى او سالب اتنين. تركيبه اتنين تماني. صح? اي. السؤال ده الكاتيون? وده الانيون. مش كده برضو? اي. طب هيحصلي بوصي بقى. عدد الالكترونات هنا كاما? اه. هم? هيبقى اه هنا تمانية. عشرة. اه. ودي عشرة. اي. يبقى كده تلاتيونات. والانيونات متساويين في عدد الالكترونات. تمان? تيجي لان انا اخترته لك. تي اي سي ال سري. التي اي باتنين وعشرين. لما هتيجي تحسبي له اعداد الاكسادة وتشوف التي اي بقى كم الكترون? هتعرفي ان هو بيفرق عن السي ال بواحد. خلاص يا نانسي? تمام. تمام يا بابا. شكرا اللي حالك. العافية. تمام? اه. تعليق بس مهم كده. الناس اللي بتعبر وبتقول لك لا التليفون لا 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 لا. احنا بنقولها لكل. اه انت بفترة ما بتروحش فيها مدرسة. انت اتصالك الوحيد. بينا بيبقى عن طريق التليفونات واسئلتك على رأسنا من فوق. في حلقات انا ممكن اوقفلك فيها التليفون خالص وقولك الحلقة دي انا عايزك تركز لي فيها في الشرح بس. وفي حلقات وقولك لا. في طلبة كتير بدأت تذاكر عشان الامدحانات وبدأت تتأسس. فلازم واقف معا حاجات. وما لكش حد تسأله غير عندنا هنا. فلا افتح تليفوناتك. وتعال اتكلم وهتقينا موجودين. قبل ما نروح بعيد بس لاستاذة ومؤسماك اللي كلمتنا في الاول. الفرق ما بين وفرق بين مسلا لو قلت لحضرتك وحبينا هنوزعه. معلش اللي حتى دي جماعة لغات ديها بالضبط. هنوزع. ارجون اي تين. فور اسي تو سري دي سيكس. لو طلبت منك ترسيبيني ده هتقولي فور هنا الاس. فيها اتنين الالكترون. ادي بتاعتي اهي. فيها خمسة اوربيتال. هتقولي وان تو ثري فور فايف. هنا هيبقى السادس بتاعي. بعيد عن الارجون الارجون كله كومبيليتلي فيلود. يعني ايه? يعني حضرتك لما نيجي نرسمه هيبقى اسي تو كلها كاملة والبي كاملة. فلما جاعد هناخده من الاول. هقول وان اسي تو. تو اسي تو. تو بي سيكس. سري اسي تو. سري بي سيكس. فور اسي تو. سري دي سيكس. ده كده الحديد بنغير الار. ده اوربيتال في اتنين. اوربيتال في اتنين. تلاتة مليانين ستة. واحد في اتنين. تلاتة مليانين ستة. واحد في اتنين. ونيجي هنا بقى. واحد في اتنين. واربعة سينجل. اما جا سألك لك ديستريبيوتيد. معنى كلمة ديستريبيوتيد. تم التوزيع في كام اوربيتال. معناها السينجل والضبل بتاعي. كله بشتغل عليه. يعني هي ديستريبيوتيد. هي نفسها اكيوبايد. بالضبط. طب خلي بالك هنا كام? هتقول لي هنا واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. عشرة احداشر اتناشة تلاتاشة بعتاشة. خمستاشر اوربيتال. اكيوبايد باي الكترون. اند. توينتي سيكس ديستريبيوتيد انزيس اوربيتال. طيب. بالنسبة لنا احنا. لو قال لي نمبر اوف اوربيتالز كومبيليتلي فيلد. لأ. كومبيليتلي فيلد. انا لغيت هنا. اعدادهم حداشر بس. اللي هما مليانين على الاخر. طب نمبر اوف اوربيتالز كونتين سانجل الالكترونز. سانجل الالكترونز هتقول لي فور بس اللي هما دول. لو انا جمعتهم على بعضها هتلاعلي الخمستاشر بطعن. تمام? حشام. الو السلام عليكم. عليه السلام يا اتش. انا كنت بس عايزة اسأل عن المنهج المقرر بتاع المادة الكيمية عشان ما ما دلتش هفهم ان المنشور بتاع الوزير. طيب هو بالنسبة لنا احنا معنا شابتر وشابتر فور. الفصل التالت والرابعة. انا مش لغات انا عام. بقولك الفصل التالت والرابعة اهو? اه. تمام. تفقنا? اه. ان شاء الله انت تركز كويس قوي. انه في خلال الجزء اللي جاي ده كله تكون ناهي تالت تماما. ويا حبازة لو دخلت في اول درسين في الرابعة. تمام. ماشي. ماشي يا شباب. ماشي شكرا. كده احنا جاوبنا اسئلتك. خلصنا القطبية. تعالى بقى نتكلم شوية كده. على موضوع اه جالي كتير. حكاية الفرميولا تشارج. اسمها كده. الشحنة الكلية. وحكاية او بسموها الشحنة الجزئية. ودي حضراتكو طبعا من الكتاب اللي انتو شغالين فيه كلكو. معظمكو. جايب لك الشحنة الجزئية لساني اكسيد. الكربون. وميديك في الاجابات انها موجب واحد. والاجابة دي غلط. وهزبطها لك. وفي سؤال تاني كان جايب موضوع الشحنة الكلية. واي شحنة كلية اللي مركب متعدل هتساوي سفر. اثبتلي الكلام ده. مبدئيا ده مش عندك. عشانتكلم في جزئية دي. بس هنشرحه? هنشرحه. وهقول لك قوانينه. وزي ما جبت لك كده اللي هي الويتر بيع على الار بتاعة تاقط الشبكة البلورية. وسالب ويتر بيع الار بتاعة تاقط الربطة الايونية. وخدمتنا في حل اسئلة بنك المعرفة. هجيب لك الجزئية دي بس في وقتها. عشان بس الناس اللي بعتولي اسئلة على الجزئية دي. طيب. احنا كنا اشتغلنا في الفترة اللي فاتت دي او في الحلقة اللي فاتت. على نظرية السومانيات في تفسير الربطة التساهمية. واتكلمنا على الاوكت ترول. وقلنا كويس قوي ان ليها اخطاء. وبعدها قبل ما نخش في النظرية التانية كنا داخلين في حتة الفيزبر نظرية التنافر الازواج الالكترونية. هرجع هالك تاني. وهشغالك عليها. بس قبل ما نشوف النظرية ناخد اسمائك كده. الو? الو? انا زي حدوك يا مستر? المسأل? اه اه انا اسمائك. انا كنت عايزة بس اسأل سؤال. اه? ودلوقتي لما هو يكون اه مديني رسمة. تمام? ومديني الخطوط اللي هي بتاعت الربطة بين كل الزرة وزرة. انا مسلا عايز اعرف دلوقتي هو ازاي? اعرف ان اه الزرة فيها ازواج يعني فيها حاجات لسه مرتبطتش. وفيها حاجات ارتبطت. الازواج الالكترونية المرتبطة والازواج الالكترونية الحرة. اه. تمام? ماشي. انا انا عايز اعرف بقى اه اعرفها ازاي. سواني بس سواني. انت تقصدي. تقصدي الرسمة اللي فيها الزد والواي والاكس. اللي موجودة في الكتب. اللي هي ما يكون الكربون ومتحد مع الهيدروجين والهيدروجين التانية والا والبروم وكده. وكلها الزريات متصلة بخصة مع بعض. انا كنت عايز اعرف بقى ازاي اعرف ان فيه ازواج حرة فيها. طيب. اه. يعني انت سبقتي اللي احنا هنقوله سواني حاضر. حاجة تاني? لا لا شكرا. طيب تبعيني بقى. تمام حاضر. بص اولاد. احنا كنا بدأنا حاجة اسمها نظرية تنافر. الازواج. الالكترونية. الحرة والمرتبطة. وكنا خدنا مثال عليها المية. ادي اكسوجينة هي. عدده الزر تمانية. بتوزعه اتنين ستة. اتش واحد. بتوزع واحد. اتش تانية واحد. بتوزع واحد. الاو اهي. لو انا وزعتها توزيع سنوي. هقول وان اس تو. تو اس تو. تو بي فور. لو انا عملت الاوربيتالات. بالشكل ده. هيبقى تو اس تو بتاعتي مزدوجة هنا. تو بي فور فيه هنا ده مزدوج وهنا اتنين مفرد. المزدوج ده اهو. المزدوج ده اهو. وعندي اتنين مفردين اهو. ده الشكل بتاع الاو. الاتش واحد. يبقى عندها الكترون واحد. يبقى ده الاتش. حسب لويس. اتفقنا ان كده المنظر بتاعي. قلنا هنعمل ربطة بين دي وبين دي. ربطة بين دي وبين دي. لو انا بصيت هنا. الا ان الزوج ده ماله يربط الزرة دي بالزرة دي. فبنسميه باسم زوج رابط. لو انا بصيت على ده كمان. هقول عليه زوج رابط. الزوج الرابط ده. لو انا خدته كده على جنب بقى تحت. ادي نواة الهايدروجين. ادي المضارب بتاعها. ادي نواة الاكسوجين. هنا متدخلة في الزوج الرابط ده. ومتدخلة من ناحية تانية في الزوج الرابط التاني بتاع الهايدروجين. يعني دي الاتش. ودي الاتش. ودي الاو. وهنا في زوجين مش مرتبطين غير بالاكسوجين وبس. لو تلاحظ ان الزوج ده اللي هو الرابط. وقع تحت تأثير جذب الهايدروجين من هنا. وجذب الاكسوجين من هنا. يبقى قدرته على الحرقة اقل من ده. مش ما يعني ده مرتبط بزرة واحدة. اللي هي الاكسوجين. وبالتالي هنقول ان الزوج الرابط قدرته على الحرقة اقل. الزوج الحر قدرته على الحرقة اكبر. يعني ده بنسميه بنسميه زوج حر. وده كمان يسمى زوج حر. حرقته الزيادة بتقدي للتنافر ما بين الازواج الالكترونية كلها سواء حرة او رابطة. مما يؤدي ان الشكل الفراغي بتاع المركب بياخد. بس كده شكل فراغي يحقق اقل ايه تنافر بين الازواج. وده ان شاء الله على وعد في الحلقة الجاية هكون جايب لك فيديو كامل يوريك المنظر ده. او كي? ناخد امنية. الو. السلام عليكم يا مستر. عليكم السلام عليكم امنية. انا كان عندي حرق سؤال. اقولي. انا عايز اعرف لو لعندي عنصر زي المانجنيس. المانجنيس. اه. 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 ايه الفرق ان اقول عليه الصرج بتاعته بصي بتو او تو بصي. اه. بصي. الكلام ده لسنة تالتة. مش تانية. بس جيبتيه في الحلقة دي عشان الناس اللي بتسمعنا في سنة تانية تسمعو. شكرا ما حدفك. بص يا بابا. اه اما اقول بصي بتو او موجة بتنين. معناه عدد اكسات وموجة بتنين. انه اسناء التفاعل الكيميائي. هذا العنصر يفقد اتنين الكترون. فيتال عليه. ام ان موجة بتنين. اوكي. كلمة ام ان اتنين موجة. لا. معناه. ايون مانجنيس جوه المياه. مماه. يعني حضرتك جبتي مادة. فيها ايون المانجنيس. وايون المانجنيس ده. لما نزل المياه. المادة دي تفككت. واصبح ايون جوه المياه. فيتكتب ازاي عشان نفرق ما بينه اتنين. بنقول ام ان موجة بتنين. يدل على عدد اكساته. يدل على كان فقط بالالكترونيات بتاعته. انما لما اقول ام ان اتنين موجة. لا. ده كده يا باشا. ايون مماه جوه المياه. تمام? ده كان سؤالك. طيب. بالنسبة لنا احنا بقى. كده ندخلت اول شكل. ايه? في عندي ازواج الكترونية موجودة. حرة. بالمنظر ده. حوالين زرة الاكسوجين. دي ازواج بنسميها ازواج رابطة. بالمنظر اللي قدامك. لو احنا حبينا نوريك. اللي بيتم. كده بشكل بسيط لغاية ما وريك الفيديو بالتفصيل. بس يا سيدي. اولا. ادي الازواج الرابطة. الازواج الرابطة دي هنقول انه كان في البداية على خط واحد. طيب الالكترونات ملا. هتقول ليه بتتحرك. طيب ما ما تيجي تتحرك لفوق. هتلاقي قدامها الزوج الحر موجود. هتتنافر معاه. طيب لما تيجي تتحرك لتحت. هيحصل ايه? هتتتنافر مع الزوج الحر اللي موجود تحت. وبالتالي بتتأرجح الالكترونات فوق وتحت. لغاية ما بتصل لنقطة. اقل تنافر من فوق واقل تنافر من تحت. تثبت عندها. سبتت عندها بنقف هنا ونقول لك اقف. المركب بتاعك هيثبت هنا. لما هيثبت معناها ايه? اقل تنافر ما بين الازواج الحرة والازواج الرابطة. وساعتها بنقيس الزاوية. وتسمى باسم زاوية الاستقرار. بتقسى بين ايه وبن ايه? ما بين الزرات المرتبطة. بين ايسا? ما بين الازواج الحرة والازواج الرابطة? وبعرف صعيدها تعالى. اه الزاوية هنا كده. اقول لك ليه الزاوية في المياه مية واربعة ونص. ليه? اش معنى? وفي النشادر هتليها مية وسبعة. وفي النشاد وفي الميسان هتليها مية وتسعة ونص. ليه? هتقول لي لا. تأثير الزوج الحر هنا هيشتغل معايا. هيفرق. يبقى الزاوية دي اسمها زاوية الاستقرار? تدل على اكثر استقرار للمركب. تدل على ان الالكترونيات بتاعتك تحركت في جميع الاتجاهات. ووصلت للزاوية دي انها اقل ترفر من كل الجهات. طب ناخد النشادر وناخد الميسان عشان نشوف الاشكال دي ايه? بص. لو انتكلمت على موضوع النشادر. النهار دي رمزها ايه? هتقول لي ان اتش سري. تعال. ادي الان. بتاعتك سبعة. هتوزع. هتقول لي وان اس تو. تو اس تو. تو بس ري. طيب يبقى ادي الان. ماشي. ادي اتنين. واحد اتنين تلاتة. النظام. هتقول لي بص بقى. هنا هتيجي اتش. هتعمل ربطة مع دي. واتش. هتعمل ربطة مع دي. واتش هتعمل لك ربطة مع دي. كويس? للواحدة الاولى بتفتكر ان البي سري دي ان ايه التلات الكترونيات فيها هما دول. لأ. ان شاء الله ما تخلش في درس التهجين. هعرفك كويس اهو ان النشادر ما بتشتركش بالبي خالص. الحاجة اسمها التهجين كده هاردهولك اسمه الس بس ري. بس خلينا هنا دلوقتي. النظام. دول هتقول لي زوج رابط. طب وده زوج رابط. طب وده زوج ده ايه هتقول لي زوج حر. لو قرنت ده بالمية بالشكل ده. هتلاقي ان انا عندي هنا اتنين ازواق حر. يعني ده زوج حر. ده زوج حر. ده زوج رابط. هيتم ايه هتقول لي لا. هنا التنفر اعلى. هنا تنفر هتقول لي اقل لان حركة الزوج الرابط اقل من حركة الزوج الحر. وبالتالي هنا زوج حر واحد. هنا اثمين زوجين حرين. الزاوية هنا مية وخمسة. هنا هتقول لي مية وسبعة. ليه الزاوية زادية هتقول لي التنفر هنا اقل. يبقى الالكترونيات بتاعتك بتاخد برحة في الفراغ اوكي لو جبتلك الميسان لو سي اتش فور انظامه هتقولي سي ستة هتوزعهولي هتقولي اتنين اربعة ادي سي ادي الكترون ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة مصدر انت رسمتهولي ليه كده ليه ما رسمتوش كده ده هناخده ان شاء الله بالتفصيل في التهجين النظام هتقولي هتيجي اتش من هنا وتعمل ربط وقيتش من هنا ربط وقيتش من هنا ربط بالشكل ده وقيتش اللي مع اللي ورا هتبقى ربط لو انت لاحزت ما عندكش ولا زوج حر يعني انا دلوقتي السؤال اللي كان جاينا من شوية اعرفها ازاي لازم ارسم وبعد مرسم ابدأ اعمل روابط وبعد ما اعمل الروابط ابدأ ادور فين الحر وفين المرتبط هتلاحظ ان سيادتك كده زي الشاطر لو انا رسمت بالمنظر ده كده شكل تخيلي بالمنظر ده تلعلك هرم رباعي طب ايه ده بقى الهرم الرباعي ده يدل على من سمي كده الشكل الفراغي للمركب الزاوية دي كام هتقول لي مية وتسعة ونص وهنا الزاوية مية وخمسة الزاوية مية وسبعة اللي انت ملاحظه ملاحظه ان هنا عندك زوجين حرين تنفر عالي جدا زاوية اقل اش معنى اسمها زاوية الاستقرار هنا تنفر اقل بسبب زوج واحد هتقول لي ليه هتقول لي مية وسبعة ليه زوج واحد يعني دي مية وسبعة زادت الزاوية عشان مفيش زوجنا بالزبط طب وهنا هتقول لي مفيش ولا زوج حر الزاوية زادت جدا الشكل الفراغي بتاعك هرم الرباعي طب ما الماي اهي قدل او هنا الاتش وهنا الاتش ونقف نعلمك حاجة لو قلت لك شكل فراغي تقول لي باشا الشكل ده زاوي او بيسموه كده بنت يعني بيت وقت زاوية انجولر لو حضرتك زودت الازواج الحرة معاك ما بقاش اسموه شكل فراغي عشان فيه ناس كتير من الطلبة بتقعه هنا ايه الشكل الفراغي هو شكل المركب في الفراغ الشكل الهندسي للمركب في الفراغ في عدم وجود الازواج الحر يعني انت لو لغيت الازواج الحرة دي والازواج الحرة دي يبقى ده الشكل الفراغي بتاعك حطيت الازواج الحرة معاك يبقى انت بتتكلم عن حاجة اسمها ترتيب الازواج الحرة والمرتبطة جوه الشكل بتاعك خلي بالك في ام تاني حطيتها هيطلع لك نفس الشكل ده حطيتها هيطلع نفس الشكل طب لو انا شلت ده هيطلع لك الان كده يديك هرم قاعدي صنع القاعدية تمام نفس المعاك كده بتليفون من سهاج الو السلام عليكم السلام عليكم زكا نور السلام عليكم زكا نور يا هاشم هو في جزاء الـ CH4 CH4 هو ليه ما بجيت الزاوية تسعين درجة اه طيب هي بص اه ده سؤال سابق شوية نور اه احنا عندنا ان شاء الله في الدرس اللي جاي والورا نظرية اسمها نظرية رابطة التكافؤ ونظرية الاوربيتالات الجزائية ام بنظريتين دول هيشرحوا الميسان بقى بالتفصيل للزاوية دي لمش تسعين واورها لك في شكل فراغي كده واورها لك في فيديو ان شاء الله الحصة الجاي الحلقة الجاي ماشا ماشا نور نورتين اه تمام يا شباب بالاشكال دي يبقى انت عندك في فرق كبير ما بين ايه ما بين اقول لك الشكل الفراغي للمركب ايه وما بين ترتيب الازواج الالكترونية الحرة والمرتبطة طيب خدنا صيغة المرة اللي فاتت بتعبر عن المركب بتاعك اي مركب ادهولك تقول لي الصيغة بتاعته ايه مسلا كنا خدناها على المية بنقولك التالي هنا او هنا زوج حر هنا حر و المايب كده زوج رابط هنا ايتشات بس قبل ما نكمل ناخد بقى اه اخر تليفون معنا عشان نخلص وقت الحلقة تفضل يا شهد الو الو مع حضرتك تفضل يا شهد اه في سؤال واسمع ايه اسمه ايه من العناصر المجموعة وايه التالية يمكن اه يمكن مركبات تغلب عليها خاصة مركبات التساهمية خاصة المركبات الايه التساهمية المجموعة تلتة ايه اه المجموعة تلتة ايه اه لأ سو ايه منتو ايه منتو ايه اه بريليم ليه مش في الاول اه هو البريليم اربع بس يا شهد هو سؤال بداية كده رابط لي الفصل الاول بالفصل التاني ازاي ايه انت عندك من اعلى لأسفل ايه بيزداد الحجم الزري ولا لأ ايه تمام لما يزداد الحجم الزري ايه اللي بيحصل الخاصية الفلزة بتاعتك بتزيد واضح اه واضح يبقى اقوى فلزة عندك هتلاقي البريوم تحت اه على واحد تمام تمام اقل واحد عندك هو البريليم اقل فلز موجود تمام تمام الحاجة الاهم وده بقى للكل خاصة سهمية خاصة ايونية وما بقيتش معتمد على الانواع وبس يا شباب لا ده بقى لها كذا عامل العامل الاولاني فرق السليبية الكهربية العامل التاني الشكل الفراغي للمركب العامل التالت هتتكلم في قوة الرابطة التساهمية وقوة الرابطة الايونية والشبكة البلورية بتاعته بقى كذا عامل مش عامل واحد انما منطقيا همشي على كتاب المدرسة هقول من اعلى الاسفل بيزداد النشاط الكيميائي بتزداد الخاصية الفلزية اعلى فلزة تحت اقل فلزة فوق يبقى البركبات اللي تحت لا يمكن تزهر لك تساهمية او كيشا شكرا لحد ديك هلاخد مع بعض كده الصيغة دي بسرعة في اخر دقيقة بس يا سيدي دلوقتي الماية هي قدامك هنقول ان الو زرة مركزية هنربوز لها بالرمز اي هنقول هنا زوج رابط او دي زرات مرتبطة هنربوز لها بالرمز اكس دي ازواق حرة هنربوز لها بالرمز اي يبقى انت مغمض الشكل بتاعك هتقول لي ايه مكان الو اكس تو مكان الاتشات معايا اتنين زوج رابط صوري حر يبقى اي تو يبقى الصيغة دي بتعبر عن مين هقولك بتعبر عن المي لو حابنت اخده على النشادر اهي ان هيبقى ايه تلات اتشات يبقى اكس ثري زوج حر يبقى ايه واحدة ممكن تكتب ايه كده او تحطي لي واحد مش فرقة حابنا لاخده على الميسان بالمنظر ده اتشاتك اهي هيبقى ايه اكس فور ما عنديش ولا زوجة طب انا باخد الصيغ دي ليه لان ده عدد الازواج الحرة اللي بيؤدي للتنافر اللي بيؤدي معاك لان الزوج بتاعتك تقل فانا ممكن اجيب لك اي صيغة وقول لك تعالى بقى مين في دول زويته اقل ومين في دول ما يجيب لكش لمية ولا جيب لك نشادر ولا جيب لك ميسان لا 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 اجيب لك على الصيغة وقول لك تعالى خلاص كده وصلت معك لناية حرقتنا احنا مش متاخرين لا مش متاخرين خالص شغلنا كتير جاي تلاقش المهم انك تتأسس صح المهم ان انت تتمشي على كلامنا وتسمع الكلام اشوفك الحلقة الجاي السلام عليكم وحمد الله وبركاته